الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن الله عز وجل يسر لعباده الصائمين أن جعلهم يتقربون إليه بالصيام والقيام يرجون فضله ويرجون رحمته ويتقربون إلى رضاه سبحانه وبحمده وفي ختم شهرهم في العشر الأواخر امتن الله عز وجل على عباده أن جعل فيها ليلة القدر وكانت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أنه يعتكف في المسجد في العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر وحث صحابته وأمته أن يلتمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر هذه الليلة قال الله عنها إنا أنزلناه في ليلة القدر أي القرآن وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فخيرها عظيم أكثر من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فيا أيها المسلم عليك بالاهتمام في كل أيام عمرك وخاصة في الزمن الفاضل وخاصة في العشر الأواخر ترجو هذا الفضل العظيم وأبشروا يا أهل قيام الليل ويا من تدعون الله عز وجل في قيام الليل أبشروا بهذه البشارة الربانية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قاموا بالصلاة والدعاء فيها وقاموا بالإنفاق حسب طاقتهم الثمرة فلا تعلم نفس أي نفس لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين من سعادة وطمأنينة وراحة ونعيم عظيم ينتظرهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين لماذا جزاء بما كانوا يعملون بفضل الله عز وجل أن كافأهم على أعمالهم وأعطاهم الأجر العظيم بسبب عملهم وهذا من فضل الله الواسع فاجتهدوا يا عباد الله في كثرة الدعاء وفي كثرة قيام الليل وفي كثرة الإنفاق وفي عموم الطاعات في كل الأحوال وخاصة في الزمن الفاضل والمكان الفاضل أسأل الله بمنه وكرمه أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في الجنة وأن يغفر لنا أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر